العقوبات الأمريكية المشددة على إيران تقلل من إنتاج نفطها الذي تهدف واشنطن إلى أن تصل صادراته إلى الصفر وحتى قبل دخول المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري تحدثت أوبيك عن انخفاض متسارع للطلب على النفط الإيراني ما أثر على الإنتاج فقد تراجع إنتاج إيران النفطي للشهر الخامس على التوالي حسب بيانات أوبيك التي كشفت عن انخفاض الإنتاج بأكثر من 4% أي بمقدار 156 ألف برميل يوميا وكان إنتاج إيران من النفط سجل نحو 3.452 ألف برميل في سبتمبر الماضي واشنطن تقول إن الطاقة الإنتاجية العالمية من النفط تكفي لتعويض النفط الإيراني في الأثناء تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبلوغ ميس الحرب العربية